شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وبهذه المناسبة أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمسؤوليات التي تنهض بها إدارة مكافحة المخدرات وكافة الأجهزة الأمنية المتعاونة لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وأكد معاليه أن العمل جار على إطلاق مبادرة تفاعلية وطنية لمكافحة المخدرات تضم كافة أطياف المجتمع وفعالياته موضحا أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف جميع المؤسسات في إطار منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية وأشار إلى أهمية استمرار التوعية الأمنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق منهج ابتكاري لمحاصرة الظواهر السلبية والتصدي لتأثيرها على السلم الاجتماعي مشيدا معاليه بإطلاق النسخة الثانية من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وما تتضمنه من أهداف ومبادرات بما يسهم في تعزيز النجاحات التي تحققت من خلال النسخة الأولى التي تم إطلاقها عام 2015 من جهته أكد مدير عمل إدارة العمل المباحث والأدلة الجنائية أن الخطة حققت في مرحلتها الأولى نجاحا عاليا بلغت نسبته 97% عبر تحقيق 257 مبادرة مما يظهر مدى نجاحها في التصدي للمخدرات على عدة محاور أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية من خلال جهود إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وفي إطار الشراكة المجتمعية البناء بعد ذلك تفضل معالي وزير الداخلية بتدشين الإطار الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2022-2026 والذي يتضمن شراكة أمنية مجتمعية للتصدي لمخاطر المخدرات من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع وتطوير وسائل الرقابة الأمنية والعمل على تعزيز دور المجتمع والإعلام والمؤسسات الدينية في مكافحة المخدرات وقام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من منتسبي الإدارات الأمنية المتعاونة في مجال مكافحة المخدرات ترجمة نانسي قنقر هذا وأكد عدد من الحضور الأهمية الكبيرة التي تعكسها الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الحفاظ على المجتمع وسلامة أفراده نحو مزيد من التقدم والتطوير لمسيرة العمل الأمني في مملكة البحرين جاءت الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنسختها الثانية برعاية كريمة من معالي وزير الداخلية لتعمل على رفع القدرات والكفاءات الوطنية المعنية في تطوير آليات العمل وسبل مكافحة آفة المخدرات لما تحمله من آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات حتى باتت تجربة البحرين في النسخة الأولى من هذه الخطة تجربة رائدة ويحتذا بها في الحقيقة الجذء الثاني من الاستراتيجية الوطنية هو يمثل بناء أو صرح نبني مع وزارة الداخلية ومع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهي تواذن ما بين استراتيجيات خفض العرض على المخدرات وخفض الطلب عليها باستخدام أساليب المكافحة ولكن أيضا أساليب الوقاية والعلاج وهذه الخطة خطة واعدة وحتى نعرف أهميتها يجب أن نعرف أنها الإصدار الثاني والإصدار الأول كان تحقيق نجاحاته ما يقارب المئة بالمئة وهي خطة شاملة جامعة مانعة عملية وقابلة للتطبيق وإن شاء الله سيكون آثارها مشاهد وملموس من الشعب البحريني في القريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى في الواقع هذه الخطة وطنية وطموحة جدا وتسهم في الواقع في إصلاح المجتمع وفي الوقاية والحماية من الوقوع في براثن المخدرات والمؤثرات العقلية وزارة تربية والتعليم بدون شك شريك أساسي مع وزارة الداخلية في هذا البرنامج من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تتنفذها وزارة الداخلية في المدارس الحكومية والخاصة بالشراكة مع وزارة تربية والتعليم بكل كفاءة واقتدار شارك في تفعيل متطلبات الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات نخبة من المسؤولين والمعنيين الممثلين للجهات المعنية داخل المملكة علاوة على مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبناء قاعدة فكرية وعلمية وعملية لتطوير تفعيل الخطة في مكافحة آفة المخدرات تتضمن الخطة الحالية تسع أهداف استراتيجية تم وضعها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وسوف يتم تنفيذها من خلال شراكة مجتمعية فاعلة بالتعاون مع وزرات وهيئات حكومية خاصة حيث بلغ عددهم 30 شريك تنفيذي بواقع 122 مبادرة نتطلع لتحقيقها خلال الأربع سنوات القادمة تماشياً مع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم استحداث برنامج جديد في الإدارة العامة المباحثة للأدل الجنائية وهو برنامج التعافي تم اطلاقها في عام 2018 وتجاوز عدد المستفيدين مننا إلى اليوم 400 شخص تقريباً حقق نجاحات جيدة جداً وخاصة مع الأشخاص الذين بدأوا في التعاطي حديثاً وهذه كلها تماشاً مع الخطة الوطنية التي أطلقها سيدي معالي وزير الداخلية جهود حثيثة بذلها ممثل مختلف المؤسسات والجهات المحلية في تنفيذ وتحقيق أهداف الخطة بهدف خلق بيئة محلية تفاعلية آمينة تكافح آفة المخدرات بكل الوسائل والتدابير وخلق توافق منهجي في تنفيذ كل متطلبات الخطة بمتابعة دؤوبة ومستمرة من قبل القيادات الأمنية المعنية في وزارة الداخلية خطة وطنية محكمة وتشارك بناء من مختلف المؤسسات المعنية المحلية والدولية سعياً لتحقيق أمن مجتمعي رصين لمكافحة المخدرات بنموذج بحريني بات يحتذا به في مكافحة هذه الآفة على مستوى المنطقة يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين